اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتحضى عملية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام غير مسبوق منذ عام 2014 حيث أن هناك ارتفاعا مستمرا في الانفاق الموجه للارتقاء بالمنظومة والتي وصل إلى 75 مليار جنيه عام 2021-2022 مقارنة بـ 65 مليار جنيه عام 2020-2021 كما تم إنشاء 65 مؤسسة تعليمية جديدة تتضمن أربعة جامعات حكومية وأربعة أهلية دولية و18 جامعة خاصة و3 جامعات تكنولوجية و5 أفرع للجامعات الدولية و31 معهدا خاصا عاليا ومتوسطا تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزائي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلايتنا النهاردة يعني الحياة منورانا ومشرفانا في استوديو الاقتصاد وناس أستاذتنا الأستاذة الدكتورة جيهان زهران مستشار تطوير وتكنولوجيا التعليم أهلا بحيك يا دكتورة أهلا بك منورانا يا فاني الله يخليك تسر طيب يعني قبل ما نخش في التطورات اللي حصلت منذ عام 2014 وحتى الآن قبل تلك الفترة هل إحنا كنا بنعاني من مشكلة في التعليم الجماعي وما بعد الجماعي قبل فترة 2014 قبل فترة 2014 هو أكيد كان في معاناة يعني كان إيه المشاكل اللي إيه التحديات اللي كنا بنشوفها التحديات برضو هي الجزء اللي دايما بقوله وبصر عليه هو عدم اكتمال المهني بالأكاديمي يعني دايما المتخرجين عندنا ما يبقاش عندهم وعي بسوق العمل أي إن كان التخصص إيه يعني حتى لو هو بياخد حتى التدريب اللي المفروض يغضو كوليات العملية مثلا لكن برضو ما بيبقاش مع المعايير العالمية لما بيجي يدخل في مجال تاني أو يسافر برة فبيلاقي الموضوع مختلف شوية هي دي يمكن النقطة الأساسية اللي هو عدم ربط المخرجات للتعليم بسوق العمل بسوق العمل حتى في الكليات اللي هي فيها تدريب مهني زي ما بيقول طب هندسة مصبوط مكانش فيه علاقة أوه للأسف لأنه برضو جزء من الأكاديميين طبعا مش كلهم ما كانوش بيربطوا البروجيكت أو المشاريع النهائية أو حتى شبه النهائية بالسوق الداخلي يعني أنا دايما لما بيجي بوجه الموضوع ده حتى للدكاترة الجامعة وبنقول لهم خلوا البروجيكت أو خلوا المشاريع مشاريع تخرج بالذات تطور المكان حتى إلا حواليك صحيح فأنا لما ببتدي بطور حاجة داخلية بيظهر معايا تطور مع الوقت لكن للأسف كل يعني أو معظم المشاريع كانت عبارة عن مشاريع ورقية أكاديميين بحت أه إيه هو اللي المفروض يتعامل كذا وكذا وكذا وده دايما اللي احنا بنقوله وبنعيده وبنزيده دايما كأكاديميين بليز اربطوا ده بده علشان في الآخر ده هيرفع من مستوى التعليم نفسه ومستوى الطالب مع سوق العمل اللي موجود طب هل في ربط ما بين أو يجب أن يكون هناك ربط ما بين مخرجات التعليم وقبل الجامعي والتعليم الجامعي يعني لازم خريج المدرسة أو سنوية عامة أو آي بي أو أين كان الشهادة اللي واخدها في آخر سنة مدرسة لازم تؤهلوا أنه يبقى طالب متميز في الجامعة وهل ده عندنا ولا ما عندنا طيب خلينا كده أقول لك مثلا مثال بسيط فضل عشان أوضح للسادة المشاهدين يعني ايه فكرة الربط بين مرحلة ومرحلة تمام خلينا نتكلم مثلا في مرحلة الابتدائية ومرحلة الاعدادية حلو أنا دلوقتي مسؤول عن المرحلة الاعدادية فبالتالي بعض مع مسؤول المرحلة الابتدائية وبقول له أنا عايز منك لما يطلعي الطالب يكون عارف واحد واثنين وتلاتة واربعة جميل هي نفس الفكرة بالزبط ما بين سانوي وجامعة بالزبط سانوي وجامعة المفروض متطلبات الجامعة عايزة ايه وطلبة من الطالب المتخرج من المدرسة يكون عنده ايه وسكيلز ايه ومهارات ايه اوكي وده الوفود يتوجه لي الجزء التعليم ما قبل الجامعة عشان يكون فيه ربط بينهم تمام ولو احنا ملاحظين مفيش ربط بينهم تماما يعني انا بدرس مواد ما لهاش علاقة خالص بالجزء اللي هدرسه بالجامعة يعني كانت خصص ايه على عكس ما بيحصل فوق اوروبا وامريكا مثلا ايه اللي بيحصل بقى يعني نلقي ضوء برضو على السيستم ماشي ازاي بره عشان هما ثبتوا نجاح في ده طبعا فاحنا يعني هي مش مسألة تأليد اه اه خبرات خارجية وخلاص انما مدام فيه تجربة اثبات نجاح يبقى يمكن ان تطبق هنا ولا صعب تطبقها في مصر بمنتهى سهولة الموضوع زي ما بيقولوا كده بالانجلش بيسوف كيك حلو سهل خالص يعني خالص اوي طب هما بيعملوا ايه بره بيعملوا حكتين اولا بيوجهوا مهارات الطالب اللي موجود من قيمة الاعدادي يعني مرحلة الاعدادي بيقدر يظهر الطالب ده مهاراته نوعا ما اهتماماته عن طريق المواد اللي بيدرسها وعن طريق الاكتيفيتز سواء الاكاديمية او غير الاكاديمية النشاطات يعني فاحنا لما هنيجي نتكلم في ده فبنبتدي نعرف حاجة عن الطالب ده فلا الا ننمي المهار اللي عنده ونتورها اوكي وبنوجهه في السنوي نقوله انت مفروض تدرس ده وده وده لان السنوي عندهم بيبقى فيه اختيارات للمواد اوكي مش بدرس كل المواد مرة واحدة وبعدين ببتدي اشوف انا هعمل ايه بعدين ففي المرحلة السنوي انا بدرس مواد ليه علاقة بمهاراتي واهتماماتي حلو اول انا ممكن الطالب بيقول عكس ده خالص وده حصلت بتحصل في ألمانيا يعني ممكن الطالب انت توجهه كمدرس في اعدادية او في سنوي تقوله انت مهاراتك كذا ممكن تدرس ده اه فيقولك لأ انا عايز ده طب ايه اللي بيحصل في عائدها بيدولوا الاختيار اللي هو عايزه لكن بيدولوا مهلة هل انت عايز ده يبقى المفروض درجاتك تكون في المادة دي كذا اوكي اوكي مش كده مش اعتباطها يعني فبيدولوا الفرصة فانت بتثبت انك انت عندك مهارات بالدرجات وبالبروجيكت وبالأسايمنت وبالانتراكشن بتاعك مع المواد دي فبالتالي انت صح حمل حمل مدام جابل لو انت مش قادر او انت مش عارف انت عايز ايه فالانت ترجع بقى للجايدلاين اللي احنا اقولنه لك قبل كده وده نادرا لما بيحصل على فكرة ايه انه بيرجع للجايدلاين لا انه بينجح في اللي هو عايزه انه اصلا بيعترض على حاجة هو اتقالتله لانه هو بيبان اوكي يعني انا بتكلم في حالات لو احنا حتى يعني نصحنا لطالب انت بعايز ده اوكي فبنديله برده ده وبنديله فرصة انه ينجح ممكن جدا يكون احنا شايفينه حاجة وهو من جوا حاجة دانية وهو عايز حاجة تانية هل في السن ده صعب التحديد بالنسبة للطالب نفسه يعني لان احنا بنتكلم صعب التحديد اه صعب يحدد هو عايز ايه افضل ان المدارس يحددله ما هي دي بقى بتيجي من التوعية الاورنس اللي بتحصل في حاجات احنا ممكن بنشوفها هنا شوية حاجة اسمها الكارير دي ويوم التوظيف ومعرفش ايه والكلام ده كله بيحصل في المدارس في المدارس كمان مدارس اه لا بيحصل في المدارس كويس كويس بعض المدارس تمام اه فده بيخلي نوع ما ان الطالب في السنوي بيعرف ايه هو التوظيف ده يعني ايه المهنة دي ايه الصعوبات اللي بتواجهني فبيحصل نوع من التوعية الوعي شوية بنجيب لهم مثلا الناس وده بيحصل في امريكا بطريقة دورية يعني دورية جدا انه حتى في الابتدائي بيجيبوا لهم ناس مهمة زي مثلا حد في البوليس حد في المهن معرفش ايه حد كذا وبيجي بيتكلم مع الطالب عن شغلته وبيسألوه انت عنيت في ايه انت كذا انت كذا بيحصل حاجة تانية خالص نوع من التوعية فتلاقي الطالب من جوا حابب انه انا اكون ده وبيبعرف حاجة من الواقع فالموضوع بيبسهل افر فده توجيه يعني في نهاية الامر بس توجيه بشكل فردي للطالب هل احنا عندنا القدرة دي يعني هل انا في مدارس مصر عمتا عندي القدرة ان اشوف طالب طالب ايه ميولو ايه تواجهته ولا بعتمد على الدرجات اللي بيحصل علي انا المفروض يعني الدرجات جزء لكن لا يتجزأ من المشاريع او النشاطات اللي بعملها مع الطالب نفسه طيب انا هقولك حاجة بسيطة جدا وعلى فكرة دي موجودة عندنا في التعليم الاولي زماني يعني كانت موجودة جدا في التعليم الحكومي النشاطات الاكاديمية وغير الاكاديمية كان دايما الطالب مثلا في النشاطات زي اللجنة الفنية واللجنة الثقافية واللجنة الرياضية دي كانت موجودة جدا ولو تلاحظ دي كانت بتحاول او بتعمل او بتخلي الطالب نفسه يبع عنده القدرة انه يتكلم ويدير ويعرف ويقدر يحصل بينه وتفاعل بينه وبين المدرسين بطريقة مختلفة وطريقة لطيفة صحيح فبتخلي الناس حتى لو احنا عارفين من الفترة اللي فاتت دي او من زمان الفترة دي من فترة يمكن هنقول ايه سبعينات سبعينات مثلا صحيح الفترة دي كانت فترة طفرة التعليم في مصر رهيبة جدا كان من اكبر الناس واعلى من الناس كانوا طالعين من مصر لانهما خدوا ثقة وخدوا نوع من الانتماء وخدوا نوع من التوعية بالنشاطات دي النشاطات دي مش موجودة حاليا للأسف الشديد مش موجودة على فكرة حتى وفي المناهج العالمية كمان ما بايتش موجودة برطة يعني في الانترناشنال سكولز ما فيه ايا كان المنهج ايه والحاجات الحكومية انا شايفها اللي هي مندثرة جدا ومش موجودة موضوع النشاطات دي 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 افتر حاليا ليه ايه ايه السبب يا دكتور عنديش فكرة بصراحة ايه السبب يعني هل دي بتضيع وقت في المواد الأساسية لا طب دي ده بالعكس ده انا عندي ده هي بتبقى نشاطات يعني اللي هي حصص الارت او الرسم حصص حصص التعليم الزراعي حصص التعليم المنزلي حصص كذا حصص كذا مع اللي جان نفسها لوما كانوا بيعملوا تفاعل مع مدارس تانية وبيعملوا تفاعل مع ثقافات تانية والمدرسة دي في بعض المدارس الانترناشنال او بعض المدارس المميزة شوية بتهتم بالنقطة دي يعني سواء حكومي او غير حكومي في مصر عددها قليلة بتعتمد بقى على القائم على المكان اه للأسف اه لكن هو مش سيستم اوكي يعني عشان كده انا بقولك هو مندثر مش موجود طب هل ده يفيد الطالب في دراسته الجامعية لو رجع تاني طبعا سواء كان في مدارسة تعال اشوف دلوقتي لما بيجي الطالب يدخل المدرسة ايه وجامعة بيعنده مشكلة في الخجل عنده مشكلة في عدم الاحتكاك بينه وبين الطلبة صحيح لما بيعملوا تيم ويرك في بروجيك دي اول حاجة بيعملوها فبيبقى فيه حتى نوع من لا الا مشاكل لا الا ما بتلاقيش الطالب ده عنده نفس المهارات بتاعت التاني ما بيعرفوش يلاقوا بعض صحيح وما بيعرفوش يعملوا سيستم التيم ويرك بالضبط عشان للأسف تاني وبقولها بصراحة هو معاك انه احنا معدناش ثقافة التيم ويرك صحيح ودي بتتعلم بتتدرس في المدرسة منذ الصغر يعني دي مش حاجة بتكتسب في الجامعة بالضبط صحيح احنا دي كانت عندنا جدا زمان دلوقتي لا تعال اشوف في سينجابورد دلوقتي الطالب من وهو من جريد وان لغاية جريد فايف ما بيتطلبش منه المرحلة لابتدائي ما بيتطلبش منه اي درجات ولا اي حاجة زي فنلندا زي فنلندا زي فنلندا انا بيتكلم حتى في الدول اللي هي بعدين اللي هي بدأت بعدينة بكتير صحيح جزء الانتماء عندها مع المكان والمدرس واصحابه وتنظيف مكانه وانه ده مكاني عندهم كمية انتماء غير طبعية بعد كده هتلي درجات ده لكن انا الاول باعلمك انتماءك للمكان والبلد وللناس اللي حواليك وازاي تقدر تاكل ازاي تتعلم ازاي ترد على الناس ازاي تقابل الناس في الشارع ازاي تحترمك كبير ازاي كل ده بيترسخ الاول طبعا وبعدين ده ما يمنعش ان انا ما بدلوش علم انا بدينه لكن ما بطلبش منه انه يبقى اول وتاني وتالت في درجات معينة اوكي بالزاد في السن الصغير بالزاد في السن الصغير بعد كده الموقع الوضع بيحتلف شوية بعد كده هتلي الموقع سهل صحيح لانك انت خلاص بنيت انتماء هنبص عليه برضو في ناحية التوظيف انت لما هتلاقي ناس في شركة معينة وعندهم انتماء للمكان بيحتحملوا المكان ايا كان صعباته ايه صحيح لكن انا عندي انتماء للناس والمكان حبه حتى لو هو بعاني معايا حتى لو هو بعيد عن بيتي اوكي فهو ده اللي احنا عايزين نرجع عليه قوي عايزين نخلي الطلبة ينتموا للمكان مش يكرهوا يروح المدرسة هل في الجامعة طبعا هو خلص هو الطالب خلص المرحلة ودخل في الجامعة ودخل الجامعة هل الجامعة بتبتدي تزرع ده ولا لسه في مصر ما عندناش ده طبعا بتبتدي تزرع ده لانه كل النشاطات او البروجيكت او المشاريع بتلتزم التيم وورك تمام فده بتحاول فيه طبعا وده بيجيب نتيجة بس بنسبة يعني ممكن تأثر في الطالب بنسبة او بالعكس لكن انا مجبر كطالب انما بدخل الجامعة بتعامل مع الجروب فيبقى اسهل لو انا متعود على سيستم زي ده بالزبط في المدرسة هيبقى اسهل في الجامعة ما بيبقاش فيه معناه ويبقى سهل اوي بلس كمان ان احنا اه اه اثرت نقطة كده مهمة اوي حيطة ان احنا ازاي ننمي الموضوع ده وهل سهل ولا لا هل سهل ان انا اطلع مهارات هنا اه لطالب واعرفها وانا عندي عدد مثلا كبير كبير جدا اه اه بيبقى سهل ليه لانه تطوير مناهج التعليم دلوقتي بتتيح بسهولة اني اقدر اميز الطالب المتميز اللي هو الخلاق للفكرة اللي عنده مهارات سكيلز معينة بعرف اعرفها ليه لان انا دلوقتي من وراء ماير حتى مش شرط في الجامعة لان انا دلوقتي عندي عندي كمية وكمية فيها نوع من الحاجات ايه قوية اوي وسهلة بالنسبة للمدرس ان هو مجرد ما بيديها بيفهم بيعرف مين الليدر ومين الفالور صحيح مين القائد هنا ومين اللي يقدر يحط مين اللي مميز في مادة معينة وهو درجاته بيحشة جدا في مواد تانية لكن هو مميز في ده ده ممكن يبقى عبقاري في الحتة دي ممكن يبقى عالم اوكي فده اللي يتشجع انه يزق في المنزلات ونحط المناهج الجديدة دلوقتي فيها ثلاث مراحل ودي دايما اللي بقولها للقسم التعليمي او القائمين عن التعليم المناهج بيتيجي بيبقى فيها ورق انشطة هنقولها لها كده بالبساطة جدا ورق نشطة بالitaire اوها الجديدة العالية wa the above level والب او لدرس الواحد تلاتة t-t-t-e جمعهم وقلدي ده يشتغل عشان يرفع من المستوى وده потك Dav отк و commencer والأوب ليفل اديره بسست kedews المستوى بالتعليم فأنا برضه ما بتعبش فعشان كده أنا بقولك المناهج الحديثة فيها الموضوع ده بسهولة طب في الجامعات يعني إحنا خلال السنوات الماضية تم افتتاح عدد كبير جدا من الجامعات والكليات ودخل في سكة أكثر تناسقا مع سوق العمل يعني كنا بنتكلم برا مع حقيقة دلوقتي أنه كتير من الحاجات الـ IT اللي هي علاقة بالكمبيوتر والتكنولوجي والحاجات دي ابتدت تفتح في مصر لسه ما بنشي قوي مخرجاتها لأنها جديدة إحنا في أول سنة هل متوقع أنه نظام التعليم فيها هيبقى مختلف عن بقية الجامعات الكليات الجديدة؟ أكيد طبعا لأنه نظام التعليم فيها هيكون نظام علامي يعني إحنا دلوقتي لما فتحنا ده فتحنا ليه ولما مصر بدأت تقول أنا هفتح التخصصات دي فتحتها ليه فتحتها علشان سوء العمل المتطلب ده ده مهم جدا أن أنا هتمي به قصة قليات القمة بمعنى قليات القمة القمة هي المطلوبة ده تعريف القمة صحيح اللي هيتخرج يشتغل يعني من الله مش معناها طب ولا هندسة ولا ولا لا معناها أنه القمة بالنسبة لي هو ده المطلوب ليه كانت زمان كليات قمة؟ لأنه المهندس والدكتور ده كان أكتر واحد لازم بيشتغل فورا صحيح لأنه هو كان مطلوب صحيح حاليا الوضع اختلف تلوقتي تماما اللي مطلوب الارتفيشيل انتاليجنس الاستجاق الصناعي مطلوب البروجرامر مطلوب الاي تي مطلوب الجزء الانفورميشن سيكيريتي الحاجات دي كلها مفيش منظومة بتستغنى عنها صحيح مطلوب الماركتنج الماركتنج الديجيتل ماركتنج التسويق والتسويق الإلكتروني ديجيتل لزبط موجود الفاينانس كحسابات الإي فاينانس إلكتروني برضا لأنه في بعض التخصصات هتندثر في المئة سنة اللي جايين مش هتلاقيها هل أزمة الكورونا؟ موضوع ده تفتح أيام أزمة الكورونا وكان فيه إحصايات بتقول أنه حوالي حاجة وتسعين ألف وظيفة هتختفي من الوجود تماما خلال العشر سنوات القادمة وحيحل محلها وظائف أخرى هل إحنا الجامعات الجديدة بتسعى إلى توجيه الطلبة ليه التخصصات الجديدة دي؟ آه طبعا لأنه ده بدليل أن جامعات حكومية كمان فتحت التخصصات الحديثة كويس أوي فده معناه أننا لأ الدولة وعية لده أوي أننا عايزة ناس تخرج تفيدني سوق العمل لأني هحتاجه كي؟ فمهم طبعا لأ موجودة يعني إحنا بتدينا نمشي في الخطر إحنا بتدينا نمشي في ده وحضرتك الكلام ده مظبوط جدا لأنه فيه فعلا مهن كتير قوي مع الوقت هتندثر ومنها الطيارين على فكرة يعني حاجة كده الطيارة نفسها هتبقى بتسوق نفسها وخلاص ما هي بتسوق أصلا دلوقتي يعني في الحاجات الحربية بتسوق أنا مش بقول إنها هتختفي لكن هتقل العدد يعني بدلا ما يبقى فيه أربع طيارين طلعين هيبقى فيه طيار واحد نصلا وحنتختلف حتى في النوعية المحاسبين هيختفوا مثلا لأنه فيه حاجة اسمها الإي فاينانس أنا مش محتاج محاسب دلوقتي بس أنا محتاج حد يعمل لي محتاج حد يدير المنظومة محتاج حد يعمل لي سيستم منجمنت كامل فيه حاجات كتير قوي زي المحققين يعني أقل حاجات دي هتختفي لأن أنا عندي تكنولوجيا أنا دلوقتي برائب تليفونات وبرائب وبرائب فأنا مش محتاج حد محل التكنولوجيا أكتر ما محتاج محقق في الشارع نفسه بزرط كاميرات المرائبة وغيره وغيره بتفيدني عن الحراس يعني فيه حاجات كتير قوي 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 مع الوقت هتلاقيها مش موجودة لكن مين القوة الموجود الحاجات اللي ليها تكنولوجيكال التاقة النضيفة هتبقى هي الأساس بعد كده يعني هنختفي نقول اللي هو الهندسة الميكانيكا ممكن العادات شوية وتخش في الكترونيكس وبايو كاميستري والحالات دي هتبقى مختلفة بالزبط هتلاقي الطاقة يعني اتجاهنا دلوقتي للطاقة النضيفة طب إحنا هنلحق كجامعات بقى يعني هل إحنا ابتدينا متأخر شوية ولا أوكي إحنا في السليم كده يعني إحنا دايما أنا بقول يعني خلينا بدأنا بدي حاجة كويسة خلينا نشوف بعد كده إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي هيطلع من الخريج اللي لسه داخل السنة دي المناهج دي أو الخرجين الحاليين اللي بيطوروا نفسهم علشان سوق العمل محتاج ده بس ده بيبقى مجهود فردي بقى اللي بيطورنا ده من زمان يعني حتى يعني من أيام ما من قبل 2015-2014 من زمان كان الخريج اللي عايز يلتحك بسوق العمل هو بيشتغل على نفسه بنفسه عشان يقدر يتوصل ويشتغل إنما هل المفروض الجامعة تخرج شاب أو شابة جاهز لسوق العمل تماما في وقته؟ المفروض ده المفروض الرسالة بتاعتها وده اللي احنا ابتدنا فيه فعلا ده ده هاي هل هي مسألة عدد جامعات ولا كواليتي تعليم؟ لا الكواليتي أهم من العدد بس بدام سوق العمل محتاج العدد وأنا عندي الإمكانية إن أنا أعمل أعداد وينط صحيح لكن هي الفكرة نسبة وتناسب يعني مصر دلوقتي في التصنيف الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في عدد الجامعات المصنفة عالمية العدد العدد مش كواليتي تعليم العدد لا ما هي كواليتي تعليم بمعنى أن أنا عندي برانش مثلا أو عندي فرع من جامعة عالمية فأنا دلوقتي موجودة فالجامعة دي نوي إنها هتكون البرانش بتاحها غير البرانش في بلدها مثلا لا فده معناه أن أنا عندي العدد ده حاليا لكن في الفترة اللي جاية أنا هشوف هل الأعداد دي بالرانك اللي أنا وصلت له كأعداد جامعات ليها علاقة بالرانك العالمي أو موجودة 21 مثلا جامعة موجودة عندي تصنيف عالمي طيب هل ده هيطلع بعد أربع سنين أو خمس سنين هيطلع إيه عندي هل هيطلع زي وزي خريج الجامعة الأصلية المفروض يعني المفروض طب المفروض ياري طبعا الدولة أصلا أو البرانش القوي اللي هو عمالي فرع هنا ده طبعا بيبقى عنده معايير وعايزة تتنفذ طبعا زي بالظبط ما بديك ترخيص لحاجة معينة بديها لك ليه علشان المعايير بتاعتي متوافقة مع الحاجات اللي أنت عملتها ما تعملش أنا مش هديك الموافقة أوكي فده الجزء بتاع الجامعة الأم أوكي لكن الجزء الداخلي بتاعنا إحنا لازم نكون ملتزمين إن إحنا نطبق المعايير دي وننفذها وننفذها ودي سهلة مش طعم أكيد أصلا بطبع عندي حاجة عندي جادلاين عندي معايير عندي لوائح هل تقم التدريس عنده من الخبرة ما يسمح له إنه ينفذ متطلبات الجامعات الخارجية هو ده بقى يمكن حاجة قوية جدا لنازم تتعامل الفترة اللي جاية لأنه إحنا نسبة الأكاديميين ممكن يكون نسبة مش كبيرة أوكي أوكي لكن محتاجين فكل خبرة ومعرفة بالمناهج العالمية أوكي مهم جدا أنا مش عارفة ممكن تكون هتتعامل إزاي يعني هل هيكون فيه نوع من مش هقول الترينينج نوع من التوعية حتى في الدرجات العلمية اللي بيدوها للدكاترة علشان يقدروا يدرسوا مناهج معينة لأني أنا كجامعة عالمية بيبع عندي معايير أنا بشوف حتى الدكتور اللي هيدرس ده سواء كان دكتور أو معيد أو أو هو كواليفيكيشن بتاعته إيه قادر ولا غير قادر مش ورقيا أوكي مش ورقيا وعمليا كمان أوكي لأنه بينفذ اللي أنا بقوله بالضبط فيمكن دي ممكن تكون دعوة برضو من برنامج حداتك لنقولها للجزء ده إنه الدكاترة والأكاديميين لازم يكون عندهم وعي قوي 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 بالمرحلة اللي جاي أوكي ده مهمة أوي ده للأسف وقتنا انتهى دكتورة جيهان بس ده مهمة أوي نختم به الحلقة فعلا إنه القائمين على عملية التعليم لازم يكون عنده القدرة إنه يدرب نفسه ويبقى على اطلاع بمجريات العلم الحديث اللي موجود وعلى اطلاع بقدرته على توصيل المعلومة للطالب يا مش مسألة شهادات وطرق تدريس وطرق توصيل المعلوم وطبعا دي شؤولة نتاك دي مهمة وصف معلومة أونلاين بقى بالزبط دي في حتة تانية خالصة يعني الحقيقة سريعا كده الحلقة خلصت بسرعة الحقيقة يعني حوارنا الجميل الحقيقة مع أستاذتنا الأستاذ دكتورة جيهان زهران مستشار تطوير تكنولوجيا التعليم تطرق لعدد كبير جدا من النقاط سواء مرحلة التعليم ما قبل الجامعي اللي هو مهم للغاية عشان أوصل في الجامعة بطالب يقدر ياخد المعلومات اللي تعليمها في الجامعة ويطبقها على أرض الواقع أو على التعليم الجامعي ومتطلباته الحديثة الحقيقة يعني بنشكرها شكر جزيلا للغاية أستاذتنا الأستاذة الدكتورة جيهان زهران مستشار تطوير تكنولوجيا التعليم نشكرك صديقي المشاهد وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة بالاقتصاد والناس